أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم سقوط قتلى في صفوف الجيش السوري من جراء الضربات التركية التي استهدفت فجرا مناطق حدودية في شمال وشمال شرق البلاد وأفاد مصدر عسكري سوري بمقتل عدد من العسكريين نتيجة القصف التركي على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم من دون تحديد عدد القتلى في أول تعليق من دمشق على الغارات التركية وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره عن مقتل عشرة عناصر من قوات الجيش السورية